الوزراء العراقي حيدر العبادي لم يترك فرصة إعلامية إلا وأكد فيها على ضرورة محاربته للفساد حيث قال في كلمة له أثناء زيارته لمحافظة النجف إن حكومته لن تتمكن من تقديم الخدمات بوجود الفاسدين لافتا إلى أن الحرب استنزفت الكثير من موازنة البلد كما أن العبادي لم ينسى في كلمته الدفاع عن الحجد الشعبي الذي طالما وقع تحت ضغوطات شعبية ودولية بنزع سلاحه وحله ودمجه في صفوف الجيش العراقي مشيرا إلى أن البعض حاول افتعال مشكلة بينه وبين الجيش ضد الحجد لكنهم فشلوا مؤكدا أن هذه القوات كلها نظامية وتأتمر بأمر القيادة العامة للقوات المسلحة الشأن الكردستاني لم يغب عن العبادي الذي أشار بأنه انتصر على محاولات الانفصال في إشارة له على الاستفتاء الذي أجراه الكرد في أيلول من العام المنصرم على الاستقلال عن العراق والذي صوتت عليه الأغلبية العظمى من شعب كردستان لصالح الاستقلال لكن المشهد في إقليم كردستان بدأ مختلفا حيث اعتبر رئيس حكومة الإقليم نيشيرفان برازاني أن بغداد غير جادة في البدء بمفاوضات مع الاقليم وأن الدعوات المتكررة إلى الدخول في مفاوضات أصبحت مملة ويرى مراقبون أن نشوة النصر على داعش جعلت من العبادي يتصرف وكأنه الرجل الأول في العراق محاولا التخلص من منافسيها بحجة مكافحة الفساد بينما ملفات عدة تشكل تحديا له منها إعادة الإعمار وملف النازحين وحل الخلافات مع الاقليم وقضايا أخرى تستوجب منه البد فيها